تستمر قوات الأمن العراقية في تحقيق التقدم في تطهير الأراضي في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في الموصل بالرغم من مقاومة داعش باستخدام طرق التحكم وحشية ضد المدنيين الذين بقوا في المدينة وما نتحدث عنه هنا هو استخدام الدروع البشرية وقد لجأوا إلى استخدام الأسلحة الكيميائية وعمدوا إلى التنكر بزي القوات الأمنية العراقية لخداع السكان المحليين الذين رحبوا بهم أو أظهروا ردة فعل إيجابية وكان رد فعل داعش هو احتجاز هؤلاء الناس أو إعدامهم في مكانهم هذه هي الأمور التي يفعلها هذا العدو مما يجعل تجربة الحياة مخيفة لسكان الموصل وقد نفدت قوات مكافحة الإرهاب العراقية يوم أمس واليوم الذي سبقه عمليات لتطهير حي التنك الذي هو واحد من أكبر أحياء الموصل وكان هذا الحي مهما للعدو حيث خزن فيه الكثير من أسلحته وموارده لكن مع الأسف بالرغم من التقدم الذي يتم إحرازه على الأرض ما زلنا نرى التقارير الجديدة عن أعمال داعش في احتجاز المدنيين في المدينة كما يعرف العديد منكم فإن العدو لديه جهاز دعاية نشط بالرغم من تحقيق بعض المكاسب المهمة في الحد من ذلك وأحد الأمور التي لاحظناها مؤخرا أنه لديهم القدرة على استخدام محطة البيان الإذاعية للبث لمقاتليهم ولسكان الموصل وعلى الرغم من أن القوات العراقية قد حققت تقدما في السيطرة وتفكيك تلك المواقع لا تزال لدى تنظيم القابلية في التحرك والاستمرار في البث في شرق وغرب المدينة وبالتأكيد فإن تلك الدعاية البغيضة التي يستمرون في بثها إلى سكان المدينة تشكل مصدر قلق شديد لنا لكن الأمر لا يعد سوى مسألة وقت حيث أن العدو محاصر بالكامل في المدينة وقوات الأمن العراقية تستمر في التقدم حتى يتم إخراس قناة البيان في الموصل إلى الأبد كما رأيتم فإن الضربات التركية التي جرت ليلة أول أمس والتي أدت أيضا إلى مقتل عدد من مقاتلي البشمرقة الأكراد في محيط سنجار والتقارير الأولية تفيد بمقتل خمسة منهم وللأسف فقد ارتفع هذا العدد إلى سبعة حيث فارق الحياة بعض البشمرقة على أثر جروح تعرضوا لها في تلك الضربات ولقد رأينا الكثير من التقارير عن عدد مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين قتلوا في تلك الضربات لكننا لم نرى أي أدلة تثبت تلك الإدعاءات كل ما رأينا هو التأثير المؤسف على قواتنا الشريكة التي كانت جزءا أساسيا في هزيمة داعش ونحن قلقون من ذلك ونحن ندعو كل القوات لإبقاء تركيزهم على القتال لهزيمة داعش والتي تمثل التهديد الأكبر للسلام والأمن الإقليمي والعالمي وإن التحالف يستمر في استخدام الضربات الدقيقة في الموصل وغيرها من المناطق في العراق بما في ذلك عدة ضربات يوم أمس للقضاء على مقاتلي داعش ومواقعهم القتالية وقناصتهم ومكامن إسلاحهم والعربات المفقخة وغيرها من الأهداف على أرض المعركة أينما وجرت ونضربها بشكل دقيق وهذا هو المبدأ الأساس لحملتنا في الموصل وحول العراق أينما وجرتهم بشكل دقيق وهذا هو المدى المقاتي بناسبة لدينا قمع في الموصل وعند إراء اشتركوا في القناة